عقد وزير الخارجية سامح شوكري اجتماعا مع نظيره الروسي سردي لفروف على هامش المشاركة في أشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث الجانبان مختلفة أوجه التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة الجارية تنفيذها بما في ذلك مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى التعاون المصري الروسي في مجال البترول والغاز الطبيعية خلال اللقاء عاد شكري تأكيدا تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية هذا وتطرقت المباحثات إلى القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا وسوريا من جانبه أشهد وزير الخارجية الروسي بالتعاون الاقتصادي بين البلدين فضلا عما يشهده حجم التبادل التجاري بين البلدين من ازدياد بشكل مستمر مؤكدا أن انضمام مصر لتجامع بريكس يمثل إضافة حقيقية